قيل الإمام أحمد رحمه الله فقط فائدة لي ولكم الإمام أحمد رحمه الله ذهب يوم إلى العراق بغداد عاصمة الثقافة والعلم أن ذاك عفوا للكوفة الشيء الأمر أنه أراد أن يبيت في مسجد فجاء صاحب المسجد الإمام أحمد لم يكن هناك تلفاز ولا شاشات حتى يعرف الوجه كان له صيطا لكن لا يعرف كيف وجهه فقال له إمام المسجد لن تنام هنا فطرده خارج المسجد وأغلق المسجد فأراد الإمام أحمد أن يبيتع في فناء المسجد فجاء الإمام نفسه فجره بقدمه إلى خارج فناء المسجد فذهب الإمام أحمد عند خباز يعجن فيقول الإمام أحمد فما رأيته يضع رغيفا ويخرج رغيفا إلا استغفر استغفر الله وإن أخرج استغفر الله يعجن استغفر الله يضع استغفر الله يعني لسانه رطبا بذكر الله فالإمام أحمد تعجب من حالته قال أرى أن الله عجل قد منى عليك بأن لسانك رطبا بذكره فقال الرجل والله يا رجل ما يعرف أن هذا الإمام أحمد لا يوجد دعوة دعوت بها إلا استجيبت لي انظر لأنه لسان الشاهد رطبا بذكر الله فكفأه الله بأنه تعرف على الله بالرخاء يعرفك بالشدة هذه قاعدة هذا الرجل يذكر الله صباحا مساء بالرخاء فيقول للماء أحمد والله ما دعوت الله بدعاء إلا استجيبني إلا دعاء واحدا قال وما هو قال دعوت أن أرى الإمام أحمد محمد ولكني إلى الآن لم أرى فقال إمام أحمد بل جر الإمام أحمد من قدمه إلى هنا لكي ترى واستغفر الله واستغفر الله